بسم الله الرحمن الرحيم لم أتوانى على التأكيد على ضرورة العمل للتوصل سوياً إلى إيجاد حلول تمكننا من تجاوز عقبات المرحلة الحاسمة التي يمر بها وطننا والوصول إلى التوافق المطلوب لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط النزاهة والشفافية وقد اعتبرت من البداية أن هذه الانتخابات تعد حقاً هدفاً استراتيجياً وطنياً يجب العمل على بلوغه ليس لكونها المهمة التي أسندها إليا الدستور وأكدتها فتوى المجلس الدستوري في 29 جوان 2019 وحسب بل لأنه الحل الديمقراطي الوحيد والأنجع الحل الذي من شأنه أن يتيح لكم سيدات سادة بكل حرية وسيادة اختيار الشخصية التي ترونها الأصلحة لقيادة البلاد وإدخال التغيير الذي تنشو دونه وإقامة نظام الحكم الجديد الذي يستجيب لتطلعاتكم الملحة لقد كنت قد تعهدت أمامكم أيضاً بتوفير كل الشروط اللازمة لتنظيم اقتراع رئاسي يستوفي كل الضمانات، كل ضمانات الشفافية والنزاة ومن أجل تحقيق هذا الهدف كنت قد دعوت بنفس المناسبة الطبق السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى الإنخراط في حوار شامل بغرض الوصول إلى صيغ حلول توافقية حول كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ومن حسن الحد أن نداء الحكمة والواجب الوطني الذي كان وراء دعوتي هذه قد حضي والحمد لله بالقبول من قبل شرائح واسعة من المجتمع وبالفعل فقد انطلق الحوار بفضل جهود مخلصة قامت بها شخصيات نزيهة ومستقلة وتولت بنفسها ترتيب أمورها الداخلية بحرية تامة وتكفلت بموجبها بقيادة الحوار السياسي الذي شهدته الساحة السياسية الوطنية لقد قادت هذه الشخصيات الوطنية مصاراً تشاورياً واسعاً مكّن مسؤولي العديد من أحزاب وعددًا معتبر من الشخصيات الوطنية وكذا ممتّلي المجتمع المدني والحركة الشعبية من مناقشتي بكل حرية الشروط السياسية والقانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها من أجل إدفاء المصداقية على الاقتراع الرئاسي المقبل أياته المواطنات أيها المواطنون لقد مكّنتني الهيئة المذكورة مؤخراً من نتائج مشاوراتها وقدّمت لي مضمونة توصياتها التوافقية لا سيما تلك التي تتعلق بنظام الانتخاب وبإنشاء سلطةٍ وطنيةٍ مستقلة للانتخابات والتي ستوكلُّ لها مهمة تنظيم مراء تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها أود هنا أقول أود هنا أن أجزي أعضاء هذه الآية جزيل شُكر نظير ما تحملوه من مشاق في أداء مهمته من نبيلة لكل شجاعة وتفانٍ وكفاءة كما أود أن أعرب بالمناسبة ذاتها عن ارتياحي لنروف الحرية والشفافية التي طبعت سير عملية الحوار هذه مسجلاً في ذات الوقت أن الدولة قد التزمت تمام الحياد وبعدم تدخلها في سير العملية لقد أتح هذا المصار إلى الوصول إلى توافقٍ واسعٍ حول الانتخابات الرئاسية وحول الضمانات القانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها على أرض الواقع لضمان مصداقيتها وقدمت الهيئة في هذا السياق أيضاً مُقترحاتٍ تتعلَّق بتكييف نظامنا الانتخابي لكي تستجيب الانتخابات الرئاسية المقبلة لكافة الشروط المعايير المطلوبة إن إن شاء سلطةٍ وطنيةٍ توكلُ لها مهام تنظيم الانتخابات بدءًا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات يُمتِّل استجابةً ملموسة لتطلُّعات شعبنا الذي طالب بصفةٍ سلمية بتغييرٍ عميقٍ لنظام الحكم لذا ومن أجل إنشاء هذه السلطة دعوت لمواصلة الجهود والمشاورات اللازمة لكي تُصبح هذه السلطة حقيقةً ملموسة على أرض الواقع كما أوعزتُ للحكومة كذلك بأن تضع تحت تصرُّفي هذه السلطة المُستقلة الجديدة كل الوسائل المادية واللوجيسية وإمدادها بكافة أشكال الدعم التي تُمكنها من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة في أحسن الظروف أيته المواطنات الفضيات أيها المواطنون الأفاضل مثل ما لاحظ الجميع فإن القانون العضوي المُتعلِّق بالسلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات والقانون العضوي الذي يُعدِّل ويتمِّم القانون العضوي 16-10 المُؤرِّخ في 25 أوت 2016 والمُتعلِّق بالنظام الانتخابات الذين تمَّ اعتمادُهما دون تغييرٍ من طرف مجلس الوزراء الأخير قد تمَّ اعتمادُهما أيضًا من طرف البرلمان وفق النهج التشريعي المُنتهج وبناءً عليه وقَّعتُ بالأمس 14 سبتمبر 2011 على هذين القانونين العضويين بعد استفاء كل الإجراءات التي ينصُّ عليها الدسور وبعد أن أبلغني المجلس مجلس الدسوري برأيه حولها إن النصَّين المذكورين أدخل تغييراتٍ هامة وغير مسبوقة مَسَّت في الجوهر النهج الذي كان معمولًا به في مجال الانتخابات في بلدنا وقد جاءت هذه التغييرات كملاحظة ولا شك الجميع لتكون جوابًا واضحًا للمشكِّكين وبالوقت ذاته فإنها أتت لتترجم مضمون التطلُّعات المشروعة لشعبنا وتُمكِّنه من أن يختار بكل شيادة وحرية وشفافية الشخصية التي يرغب في تكليفها لمُهِمَّة قيادة التغيير والاستجابة لباقي التطلُّعات التي دعا إليها المُواطنون التغييرات هذه أتت كذلك لتُؤكِّد على أن الدولة عازمةٌ على المُضي قُدُّماً إلى الأمام من أجل تجسيذٍ منهجيٍ لتغيير الذي تنشُّدونه أيَّة السيدات أيها السادة عبر تطهير تأطير الدولة ومُكافحة الفساد واللاعقاب والسعادة السير الطبيعي للمُؤسسات عبر انتخاباتٍ مُحاطة بكل ضمانات النزاها إن هذه المُكتسَبات وهذا التطور الإيجابي لم يكن ليتحقَّق لولا التنسيق الواسع بين مُختلف مُؤسسات الدولة وهنا أودُّ أن أُجدِّد التعبير عن مشاعر التقدير والعرفان لأفراد جيشنا الوطني الشعبي خاصًا بالذكر قيادته العليا على جهودها المُستمرة والمُخلِصة حفاظًا على النهج الدستوري والانتزام بمُرافقة شعبنا في مصار التغيير بتغليل سبيل الحوار وتأكيد التمسُّك بالتوجُّه لانتخابات الرئاسية كهدفٍ استراتيجيٍّ أيَّة المواطنات الفضيات أيها المواطنون الأفاضل لقد ذكرتُ أمامكم في كثيرٍ من المُنسبات الأسباب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تفرِض علينا تنظيم الانتخابات الرئاسية عاجلاً وإني لازلتُ مُتيقِّناً من أن هذه الانتخابات تمتِّل الحل الديموقراطي الوحيد والناجع الذي سيسمح لبلدنا من تجاوز وضعنا الراهن إن هذا الخيار الذي والحمدُ لله أصبحت غالبيةُ شعبنا اليوم تنخَرِطُ فيه هو ما يدعونا اليوم إلى الارتياح حقًّا ذلك أن هذه الانتخابات بقدر ما تُعدُّ دروريَّةً فهي أيضًا تُعدُّ مطلبًا مُستعجلًا كونها ستمكِّن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيًا ومُؤسساتيًا وتُؤهِّلُه لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكُبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والتصدي للتهديدات الخارجية المُحدِقة أيّته المواطنات الفضيات أيّه المواطنون الأفاضل لقد آن الأواني اليوم ليُغلِّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات كونها تُعدُّ القاسم المُشترك بيننا لأن الأمر يتعلَّق بمُستقبل بلادنا ومُستقبل أبنائنا ولهذا واعتبارًا لكل ما سبق فقد قرَّرت في إطار الصلاحيات الدستورية المُخوَّلة لي أن أُحدِّد تاريخ الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر 2016 أعيد للأهمية لقد آن الأواني اليوم ليُغلِّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات كونها تُعدِّدُّ قاسم المُشترك بيننا لأن الأمر يتعلَّق بمُستقبل بلادنا ومُستقبل أبنائنا ولهذا واعتبارًا لكل ما سبق فقد قرَّرت في إطار الصلاحيات الدستورية المُخوَّلة لي أن أُحدِّد تاريخ الانتخابات الرئاسية ليوم الخميس 12 ديسمبر 2016 وبناءً عليه وطبقًا للإحكام الدستورية والشرائية المرعية قُمتُ اليوم بالتوقيع على مرسومٍ رئاسي دعوتُ فيه الهيئة الناخبة منطلقًا من هذه الأحكام أدعوكم سيداتي سادتي إلى التجنُّد لجعل هذا الموعد نقطةً طلاقٍ لمصاري تجديد دولتنا والعمل جماعيًا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونُه سيُمكِّن شعبنا من انتخاب رئيسٍ جديد يتمتَّع بكامل شروط الصرعية رئيسٌ يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلُّعات شعبنا لذا فإن هذه الانتخابات لأهميَّتها ستُشكِّل فرصةً فريدةً من نوعها من شأنها أن تُمكِّن من إرساء التقه في البلاد وتكون بنفس الوقت بمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلةٍ واعدة توطِّدُ الممارسة الديمقراطية ممارسةً ديمقراطيةً حقيقية في واقعٍ جديدٍ لهذا فإني أدعو المواطنين والمواطنات إلى العمل يوم 12 ديسمبر لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيًا في حُسن خيار رئيسهم الجديد وتصطير مستقبل بلادهم الواعد المستقبل الذي حلم به الأجداد والآباء ويحلم به اليوم الأبناء المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحيي الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة